ترجمة نانسي قنقر وذلك لدى القاء سعادته كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابع والسابعين في نيويورك لقد استطاعت مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضر الصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجهات الحكومة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبفضل العمل الجماعي المسؤول بروح الفريق الواحد أن تحول التحديات إلى فرص وقصص نجاح مستدامة واضعة في مقدمة أولوياتها احترام حقوق الإنسان وكرامته وحرياته ورفاهيته وأمنه وسوف تشهد بلاد قريب فصلا جديدا مزهرا في مسيرتها الديمقراطية بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة في نوفمبر المقبل ليواصل البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية والتعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين وتفخر مملكة البحرين بتمتعها بتشريعات عصرية تتوافق مع انضمامها إلى سبعة من الصكوك التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان والتي تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلال المعظم ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في نهجها الإصلاحي والدبلوماسي الداعم لشراكة دولية في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي ونذة التطرف والكراهية والإرهاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة وخدمة الإنسانية وتدعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى عدم التصعيد والعمل على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية كما وتدعو جميع الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بقيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل والحوار ومضاعفة عملها معاً لمواجهة كافة التحديات والتغلب عليها من أجل خير البشرية وسعادتها وحقوقها في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمان والسلام والأطمئنان ترجمة نانسي قنقر